افتتح العميد الركن منير محمد سليمان مدير عام شرطة محافظة الحديدة المعسكر التدريبي الخاص بأفراد وضباط شرطة محافظة الحديدة وذلك في مقر قيادة القوات الخاصة بالصولبان في العاصمة المؤقتة عدن يأتي افتتاح المعسكر التدريبي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المشير الركن عبد الرب منصر هادي وكذا قرار نائب رئيس مدلس الوزراء وزير الداخلية واكد اللواء فضل باعش قائد قوة الامن الخاصة وقوفه الى جانب كافة ضباط وافراد شرطة الحديدة وبدل كل الجهود لانجاح المعسكر من جهته اشاد مدير عام الشرطة بالاهتمام الكبير والملموس من قبل القيادة السياسية وقيادة وزارة الداخلية بمنتسبين شرطة محافظة الحديدة تنفيذا لتوجيهات فخامة الاخ الرئيس القائد على قوات المسلحة والامن المشير عبد الرب منصر هادي باستقبال منتسبين الامن العام والقوات الامن الخاصة وكل منتسبين ابناء الوضن بقيادة مدير امن الحديدة نرحبهم في معسكر قيادة قوات الامن الخاصة والمعسكر معسكرهم وتنفيذا لتوجيهات معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الذي صدرت لنا باستقبال منتسبين الامن العام والامن الخاص في معسكر قيادة قوات الامن الخاصة في العاصمة المؤقتة عدن فتحنا قبل ان نفتح المعسكرات فتحنا قلوبنا لكل اخواننا وزملائنا والوضن للجميع وسننفذ التوجيهات ونعمل معا لترتيب هذه القوة وتجيزها لتنطلق بقيادة مدير امن محافظة الحديدة العميد منير وبقية الضباط لاستكمال مهمتهم واستلام ان شاء الله محافظة الحديدة الذي يتعد ان شاء الله من ضمن المحافظات اللي محرره وننقل من هذه الموقع تحيات كل المنسبين للأبطال من ابناء القيش الوطني والامن والمقاومة من حيث ما وقدت نبشر ابناء محافظة الحديدة باذن الله بقرب الامن والامان وتوفير الخدمات والتي يرعاها رئيس الجمهورية شخصيا وبتكليف من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وبتوجيهات من محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن الطاهر فاننا قمنا بحشد قوات الامن بجميع فروعها في عدن عند الاخ اللواء الركن فضل باعش الذي لم يقصر وفعلا وفر جميع الاحتياجات المتوفرة لديه وبارك الله فيه على هذه الجهود وايضا نحن الآن نقوم بتجهيزات جميع منتسبي قوات الامن في محافظة الحديدة في هذه المحافظة المباركة وان شاء الله نعمل على استيعاب جميع ابناء الامن في هذه المحافظة وتجهيزهم واعدادهم مرة اخرى ثم الانطلاق لتأمين محافظة الحديدة في اكرب وقت باذن الله